تأشيرة الإمارات للبحث عن عمل أو تأشيرة الإمارات لاستكشاف فرص العمل إيه هي مميزات التأشيرة دي وإيه هي طريقة التقديم على التأشيرة دي وإيه هي تكلفة التأشيرة ده كل اللي أنا أعرف في فيديو النهاردة سأخذيكم معايا وتابعوكم تأشيرة الإمارات للبحث عن عمل أو تأشيرة الإمارات لاستكشاف فرص عمل تأشيرة البحث عن عمل في الإمارات هي نوع تأشيرة عملتها دولة الإمارات في الفترة الأخيرة للناس اللي بتضوع على شغل في الإمارات مميزات التأشيرة أول حاجة ما بتشتريدش ضامن أو مستضير في الإمارات تضمنك عشان تقدم على التأشيرة دي تاني الميزات مدة التأشيرة بتبتدي من شهرين أو ثلاث شهور أو بحد أقصى أربع شهور تالت ميزة الفيزا متاحة لجميع جنسيات العالم رابع ميزة ما بتشتريدش اللغة يعني بدون شرط اللغة يعني مش هيتطلب منك اختبار لأي لغة عشان تقدم على الفيزا دي خامس حاجة بدون شرط السن لا يوجد شرط السن طيب شروط الفيزا دي ايه؟ أول حاجة أنك تكون من فئة العمالة مهرة مستوى الأول أو الثاني أو الثالث بالنسبة للمركع رسم لحكومة الإمارات حدثت المستوى الأول وهو مشارعون ومظهراء ورجال الأعمال والمستوى الثاني المهنيين في المجالات العلمية والتقنية والبشرين المستوى الثالث الفنيون في المجالات العلمية والتقنية والإنسانية أو أنك تكون متخرج من أفضل خونسومية جامعة في العالم حسب التصنيم في المعتمد لوزارة التربيع والتعليم في الإمارات وقال لا تتجاوز مدة التخرج سنتين من تاريخ تقديم الطالب يجب أن يكون الحد الأدنى لمستوى التعليم يشاهدت باكالويروس أو معادلة ثالث حاجة أنك تستوفي الضمان المالي وهو قدره 1025 درهم إماراتي حوالي 280 دولار أمريكي ندخل عن المستندات المطلوبة أول المستندات المطلوبة صورة شخصية ملونة ثاني حاجة جواز صفحة صالح لمدة 6 شهور على الأقل ثالث حاجة شهدت باكالويروس أو معادلة التقديم على الفيزا دي بيبقى عن طريق الونلاين بيتم عن طريق 3 مواقع الموجودة قدامك ندخل على درية التقديم على تأشيرة الإمارات للبحث عن عمل ده بيبقى عن طريق موقع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي بتدخل على دليل الخدمات بتضغط على تأشيرة الدخول بعدها بتضغط على إصدار تأشير الدخول زيارة بعد كده بتضغط على إصدار تأشيرة زيارة بغارة استكشاف فرص العمل بعدها بتروح على يسار الصفحة وتضغط على بدء الخدمة بعدها تفتح لك الصفحة دي هتقوم بإنشاء حساب وتملك جميع البيانات وتضع الغرب من الزيارة فرص العمل بعدها بتحط مدة الإقامة سواء 60 يوم أو 90 يوم أو 120 يوم وتدخل جميع البيانات ومعلومات جهاز الصفحة والحالة الاجتماعية وتمنى كل البيانات بعد ما بتمنى كل البيانات الموجودة في الصفحة بتضغط على استكمال بالنسبة لغسوم الفيزا بتعمل 640 درهم إماراتي أي مرعادل حوالي 160 دولار أمريكا ياريت لو عجبك الفيديو ياريت تدعمني بالاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد ولو عندك أي سلطة على أي سؤال ياريت سبولي في تعليم شكرا لكم واشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته